الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردنية الملك عبدالله الثاني بلان حسين أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة وذلك في إطار احترام سيادتها ووحدتها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للعاهل الأردنية بقصر الاتحادية حيث أقيمت لملك الأردن مراسم الاستقبال الرسمية وأشهد الرئيس السيسي بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة معربا عن التطلع لتعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين من جانبه أعرب ملك الأردن عن التقدير العميق الذي تقينه الأردن لمصر على المستويين الرسمية والشعبية واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردنية تناولت مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة تطورات القضية الفلسطينية قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنسكي أن قواته تواجه مصاعب في عدة محاور وأشار زلنسكي إلى أن أكثر المعارك شدة في دونتسك وأعلنت كييف أن حصيلة قتل جونيوديها في الحرب حتى اللحظة بلغت أكثر من عشرة آلاف جوندية قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنسكي أن تحديد دول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا ليس بالقرار الجد ولن يسهم كثيرا في ردع روسيا واعتبر زلنسكي أن العالم أظهر ضعفا عندما وضع الحد الأقصى للسعر عند 60 دولارا وأكدا أن هذا السعر سيزيد موازنة روسيا بمقدار 100 مليار دولار سنويا ومن المقرر أن يوافق الاتحاد الأوروبي على الحد الأقصى بعد أن اتفقت عليه مجموعة السبع وأستراليا حيث يهدف هذا الإجراء إلى تقليل إرادات روسيا من بيع النفط ومنع ارتفاع الأسعار العالمية شهدت العاصمة الإيطالية روما مظاهرة حاشدة احتجاجا على توريد الأسلحة لأوكرانيا والعقوبات الغربية ضد روسيا والتي انعكست على الإيطاليين وطالت معيشتهم وقال المنظمون إن عمالا من مختلف المدن وصلوا إلى العاصمة قصيصا للمشاركة في المظاهرة ووصل عدد المتظاهرين إلى نحو عشرة ألاف شخص وشارك عمال النقل وبعض فئات الموظفين بما في ذلك العاملون في المجال الطبي والمدارس في إضراب بسبب التضخم والارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والغاز قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن بلاده ستبرم ما يسمى بعقود حماية المناخ مع الشركة الصناعية العام المقبل وذلك لدعم الانتقال نحو الانتاج الأنظف والتحول إلى الهايدروجين وأضف هابيك أن الهدف من هذا الإجراء هو تطوير صناعة خضراء بكفاءة إلى جانب سلاسل القيمة التي تصبح قابلة للتسويق ولم يذكر هابيك أن تفاصيل عما تشمله هذه الاتفاقات أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 31.824 إصابات جديدة بفيروس كرونا منها 4.213 حالة ظهرت عليها أعراض بهذا ارتفاع إجمال الإصابات في الصين وصل إلى 336.165 إصابة مؤكدة بكرونا وأشرت اللجنة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5.235 حالة تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور الربع النهائي من كأس العالم بعد فوزه على منتخب استراليا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار مباراة الدور السادس عشر تقدم ليونال ماسي للأرجنتين في الدقيقة الخامسة والثلاثين وأضاف جوليان الفيرز الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة السابعة والخمسين بينما جاء هدف استراليا الوحيد في الدقيقة السابعة والسبعين عن طريق إزو فرانديز لاعب الأرجنتين بالخطأ في مرمى بهذا الفوز درب منتخب الأرجنتيني موعدا في الدور الربع النهائي بالمونديال مع المنتخب الهولندي يوم الجمعة المقبل بعد أن نجح الأخير في عبور عقبة المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف انتهى موجة الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر